حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من تفاقم الأزمة مع إقليم كردستان بسبب تباطئ الإقليم في تسليم المنافذ الحدودية وسيطرة القوات الاتحادية على عموم العراق منتقدا بعض وسائل الإعلام الحزبية في أربيل بالتحريض ضد القوات العراقية وذكر بيان لمكتب العبادي أن رئيس الوزراء بحث مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي نشر القوات الاتحادية في كاركوك وبقية المناطق مضيفا أن العبادي شدد على ضرورة عدم ترك الأمور مفتوحة كما حصل في السنوات الماضية مؤكدا أن المعابر التي يمر منها النفط المصدر عبر تركيا يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني أن رئيس حكومة إقليم كردستان أدى رغبته بالحوار لإنهاء الأزمة